خلينا نبدأ بفقراتنا الأولى وهي 1-2-1 دلوقتي صفقتك مع الأهلي يعني كانت عملت حديث عملت مشكلة كبيرة فاكر ساعتها كانت إيه التفاصيلها إيه ظروفها أنت كنت على العتب الزمالك ده حقيقي ده حقيقي أحكي لنا عنه ده مواقف كتير قوي وممكن أحداث لو موجودة في الوقت اللي احنا فيه ده في السوشال ميديا هتكسر الدنيا هتكسر الدنيا بزيادة يعني لأن أنا عدت مفروض أن نادي الإسماعيلي كان هيبقاني مباشرة لنادي الزمالك ولكن الأهلي كانت تقدم بعرض رسمي بـ 7.5 مليون وعليهم لعيب ده في آخر الموضوع خالص ولكن أنا طبعا كنت رافض تماما فكرة أن أنا أروح نادي الزمالك وكان الإسماعيلي إجباري أن أنا لازم نروح الزمالك ليه طيب؟ عشان الجماهير هناك في إسماعيلية وبتاع فمشين فعلا لأن الحمد لله كان ليه إسمي في إسماعيلية وكبه فما كانش ينفع روح النادي الأهلي خالص مباشرة بيع للنادي الأهلي دي مستعيلة بس أنت ساعتها عملت مشكلة كبيرة أنا عملت ورفضت وتنقطعت على التدريبات لمدة شهر تقريبا لأن النادي كمان ده المصلحة النادي الإسماعيلي حتى إنه لما أجيب لك عرض أكبر النادي الإسماعيلي أولى بالفلوس الكتير يعني فأخويا كان والوكيل وكذا حد راحوا نادي الزمالك تحبسوا لمدة حوالي 8-9 ساعات هناك في نادي الزمالك مش عايزين يطلعهم هناك أنا اختفيت بقى إلا لما أنت تروح هم مستنين أن أروح أنا آجي عشان أوقع والموضوع ينتهي أنا رفضت أن أروح خالص أخويا فضل حوالي 9 ساعات هناك في نادي الزمالك محبوس وتم طبعا مكالمات كتير جدا وكابتا محمود الخطيب طبعا كان على اتصال بي دايما لأن أنا رغبتي أكون موجود عندكم إسرارك وقتها أنك تروح نادي الأهلي هو كان انتماء ولا كان عرض مغري أكتر ولا كان إيه كان انتماء أكتر وحب الكيان النادي الأهلي ورغبة في أن أنا أكون متواجد في أكبر ولا أنت كنت شايف نفسك هتكون أفضل مع نادي كبير زي نادي الأهلي أو بفرصة كبيرة زيها أكيد طبعا النادي الكبير دائما بيضيف للعيب الكويس أكيد النادي الكبير بيضيف للعيب الكويس في الحالات اللي زي دي لو هنتكلم على الأمور المادية أنا برضو في لحظة انتقالي خلاص بقى عدت 9 ساعات وبالليل ودخلنا على الساعة 12 بالليل واحدة بالليل وأنا لسه الموضوع بتاعي معلق وتاني يوم فيه خلاص القيد أخر يوم وأنا ماشي في الطريق خلاص أنا كنت ممكن مع راحل افتجاه الحاج محمد عبوهاب فجئت بمكالمات تلفونية رهيبة أن أنا أرجع وخد السنتين متوعك كاش في الشنطة يعني بعرض مالي وكان حتى الرئيس النادي ساعتها المهندس مندوح عباس وكان حتى كابتن حزم إمام وكابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه وعضاء مجلس دارة في نادي الزمالك كانوا كل دولوا معا تواصل معايا أنا أرطلهم خلاص أنا وجهة النادي الأهلي وأنا عايز أروح النادي الأهلي ففعلا جالي مبلغ كبير زي ما بقول حضرتك كده وأنا رفضت كل الأمور طب مع الإصرار الكبير ده ما قلتش طب طب خلش أشتري دناغي بقى أشتري راحة أخويا مفيش مشكلة إن أنا أوافق وبرضو نادي الزمالك نادي كبير يعني أكيد طبعا ما فكرتش في كده؟ أكيد زي ما أنت بتقولي ممكن نادي الزمالك نادي كبير وكلنا بنحترمه وبنحبه ولكن أنت دائماً بتبقى شايفة الأمور من كل اللي تجهت أنا لما بقى راجل ده شغلي وده مستقبلي أنا شايف أن رايح فين كويس أوي وعارف أني رايح أني نادي وعايز أروح أني نادي لأن أنا أشوف أني أنا مستقبلي هيبه في نادي الأهلي أكيد أحسن هي الفنين للحمراء وفترفتش ده أكيد طبعا لذي الواحد يضعف قداما أكيد طبعا اشتركوا في القناة